ومن عمان ينضم إلينا الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية والصناعة والتجارة الأسبق بعد التحية سيادة الوزير لماذا لا تزال ظهرت تفاوت الأجور في الأردن موجودة بالرغم من مجهودات ومن أن الحكومة الأردنية رفعت من الحد الأدنى للأجور شكرا أنه مساء النور يعني إحنا في الأردن زي بقية الدول النامية أن قضية القطاع العام والقطاع الخاص دول القطاعين يعني فيهم الأيدي العاملة صحيح أنه الحد الأدنى للأجور أنه في الأردن كما شارت تقرير 315 دولار يعني 210 دنينير هو لا يكفي للحد الأدنى للمعيشة سيما أنه خلال الخمس سنوات الماضية وبفعل وبسبب اللجوء السوري اللي إجاء للأردن تراجعت مستويات المعيشة في الأردن حوالي 25% يعني ربع مستوى معيشة المواطن تآكلت فبالتالي الزيادة اللي كانت في الحد الأدنى للأجور لم تكن تواكب الزيادة سواء كان نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة النمو السكاني بصورة تعادل ثلاث أضعاف معدلات النمو الاقتصادي في جانب ونتيجة التضخم بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الضرائب في جانب آخر ونتيجة ارتفاع كلف الكهرباء والمياه وغيرها من التكاليف في المستوى المعيشة للمواطن الأردني هذا التفاوت موجود يعني والحكومة تحاول أنها تجد طريقها وتتلمس طريقها بين أنه تحافظ على مستوى وحياة كريمة للمواطن وللعامل في جانب وفي الجانب الآخر أن زيادة الحد الأدنى لمستويات أعلى وأعلى هذا يؤدي لزيادة الكلف على الصناعة والتجارة والقطاعات الاقتصادية والخطوة القادمة التي ممكن أن تتخذها الحكومة الأردنية يكون هناك بعض من التوازن من القدرة والوضع الاقتصادي الأردني وبما يرضي أيضا المواطن الأردني يعني الأكيد المواطن الأردني مستوى المعيشة طالما أنه انقفض حوالي الربع خلال السنوات الماضية بحاجة لتعويضه بنفس القيمة كحد أدنى حتى أنه يحافظ على مستوى معيشته لنتراجع فبالتالي هو بحاجة لإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بطريقة ما تأذي القطاع الخاص ولا إنتاجيته ولا منافسته سواء كان إذا كان قطاع صناعي منافسة الانتاج الصناعي المحلي الأردني للمستورد وبالتالي بدنا نزيد الكلف كثير لكن مستوى معيشة وحياة كريمة للمواطن المطلوبة الحكومة يجب عليها أن تكون عندها حزمة أمان اجتماعي بحيث أنه إذا بدهاش تزيد الكلف على القطاع الخاص بهدف زيادة كلف الإنتاج وتقليل التنافسي للإقتصاد الأردني أن يكون حزمة الأمان الاجتماعي وشبكة الأمان الاجتماعي هذه تعوض المواطن الذي دخله دون مستوى معين الذي على الأقل دون مستوى خط الفقر بحيث أنه يحافظ على مستوى معيشته دكتور هذا بالنسبة للأردن طيب باقي الدول النامية التي أيضا تنتشر فيها مشكلة تفاوت الأجور مثلا الحد الأدنى في الأردن ربما يعتبر رقم كبير بالنسبة لدول أخرى لعامل آخر عربي آخر كيف ترى الأسباب هناك؟ كيف ترى إذا قارننا هنا؟ كيف ترى هذه الظاهرة؟ سيدة الكريمة المشكلة أنه في الأردن زي ما حكيتي أنت حد الأدنى الأجور إلى حد ما مقبول مقارنة في بعض الدول الأخرى التي تعاني من كثافة سكانية أكثر ومن اقتصاد إلى حد ما قد يكون في نموه ضعيف أو بطيف هذا السبب الرئيسي أنه النمو الاقتصادي هو الوعاء الرئيسي والأساس فبالتالي عندنا في معظم الدول العربية حكومات غير الخليجية طبعا حكومات بحاجة لمزيد من الموارد وشعب فقير فبالتالي الحكومات حتى توفر موارد أكثر وتفرض ضرائب أكثر على القطاعات وعلى الأفراد مقابل أن الفرد غير قادر على دفع الضرائب لأنه مستوى معيشته قاعدة بتتراجع والأسعار بتزيد زيادة الضرائب بتزيد الأسعار وبالتالي مستوى معيشة المواطن بتصير أقل وأقل بالمقابل البطالة بتزيد لأنه نمو الاقتصادي أقل يعني بالوطن العربي للأسف الشديد أنه معدلات بطالة عادل على الأقل بالإضافة إلى ذلك سعادة الوزير بالإضافة إلى هذه المشاكل هناك القطاع الخاص وهناك تلاعب أصحاب وأرباب العمل في القطاع الخاص كيف من الممكن أن تتعامل الحكومات العربية مع هؤلاء ما هي الضوابط التي يجب أن تتخذها تجاه هؤلاء يعني الحكومة كونها هي صاحبة الولاية في الدول النامية وفي الدول العربية تحديدا يعني يجب أن يكون هناك أجهزة رقابية واضحة مثلا الاشتراكات في العون الاجتماعي أو في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية يجب أن تكون مراقبة ومراقبة تامة بالنسبة للقطاع الخاص بمعنى أنه كل واحد دخله مثبت عند التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي أنه تكون هذا هو الراتب الفعلي اللي بتلقاه وارضع المواطن أنه يكون عنده الجرأة الكافية أنه إذا كان هناك تخفيض أو يعني بتسلم راتب أقل وأجر أقل من الأجر المتفق عليه والمتعاقد عليه أنه يكون عنده الجرأة بأنه يبلغ وبالتالي الحكومات تأخذ دورها بالرقابة وتأمين الحياة الكريمة وأنه القطاع الخاص معني هو أنه يقلل كلفه بأنه يدفع أقل لكن بالمقابل يعني طالما أنه هناك حد أدنى ومتفق عليه يجب الالتزام فيه من الجميع ويجب أنه يكون هناك يعني ذراع الحكومة الرقابي والتنظيمي واضح وأنه الكل يعني يعلم بهذا الجانب حتى أنه يوقف التلاعب من قبل القطاع الخاص بدفع رواتب أقل من المتعاقد عليها ومن الحد الأدنى للوجود الدول العربية بحكم أنه ليس هناك أي حدود أي فواصل بين الدول العربية كلها تقريبا على قطع جغرافية واحدة هل من الممكن أن تعمل خطة استراتيجية عربية موحدة بحيث تزيد من أو تتغلب على هذه المشاكل مشاكل البطالة في الوطن العربي التي تزيد من الوضع الاقتصادي في الدول العربية تقريبا بشكل خاص تزيد من تدهوره هل من الممكن أن تتبع دول العربية أي استراتيجية تزيد من الاستثمارات تتبادل الكفاءات بين الدول العربية يعني تفتح مجال أكبر للشباب للخريجية جامعات العربية بحيث أنها تحسن من الظروف الاقتصادية الشعوب العربية نعم يعني سيدة الكريمة يعني بصراحة أنه إذا بنطلع على الأرقام بنلاقي أنه 20% من الاستثمارات العربية هي استثمارات عربية بينية داخل الدول العربية و 80% خارج الوطن العربي بنلاقي 12% من التجارة العربية تجارة عربية بينية بين الدول العربية و 88% تجارة عربية خارجية هذا الحكي بدل وبعطي مؤشر أكيد للي تفضلت فيه أنه إحنا صار لنا عقود نتحدث عن التكامل الاقتصادي العربي و بنحكي عن منطقة اتحاد جمهوركي عربي و بنحكي عن فتح الحدود انتقال البضائع والسلاع وانسياب برضو العمالة من دولة لدولة حسب العرض والطلب و تحسين الوضع الاقتصادي في الوطن العربي لكن للأسف الشديد بنحكي عن الدينار العربي الحسابي صار لنا أكثر من 60-70 سنة منذ إنشاء جامعة الدول العربية لكن الأوروبيين توحدوا رغم اختلاف قيمهم مثلهم عاداتهم تقاريدهم قيمهم احنا توحدنا كل ذلك يوحدنا ولكن دينار العربي الحسابي ما زال يراوح مكانه على الورق دون إيجاده على أرض الواقع و التنفيذ لذلك كانوا بحاجة والأبعاد السياسية طبعا والماثرات السياسية هي الأساس اللي بتأدي له أن العرب يتحركوا في الاتجاه الاقتصادي أولى يعني قبل سنوات قليلة بدأ العرب يتحركوا باتجاه الاستمارات العربية البينية باستمارات مجدية بدل ما تكون خارج الوطن العربي وتعاني من مشاكل الأزم المالية العالمية أو غيرها أو من ضربات هنا وهناك إنها لو تكون مستثمرة داخل الوطن العربي الوطن العربي غني بموارده المالية وخاصة الدول الخليج وغني بموارده الطبيعية وغني بموارده البشرية زي الأردن وتونس مثلا ومصر هاي الدول يعني إذا الموارد المالية وضعت في الدول اللي فيها موارد بشرية أكيد المنطقة العربية بصير النمو فيها أحسن والبطالة بتخف يكفي أن نقول أن البطالة ثلاث أضعاف معدل البطالة العالمية عندنا في الوطن العربي لذلك البطالة هي اللي بتقلل الطلب بتقلل الدخل بتأدي لمشاكل الفقر والتطرف والإرهاب وغيرها من المشاكل لذلك على الوطن العربي أنه التفاوت في توزيع الدخول والتفاوت في الثروة أنه نكون إحنا قادرين أنه نهدم فجوة هذا التفاوت وبنفس الوقت أنه ننجح في إدارة الوفرة والندرة من خلال منظومة عربية وستراتيجية واضحة وخطة قابلة للتنفيذ من خلال جامعة الدول العربية شكرا جزيلا لك الدكتور محمد بحمور وزير المالية والصناعة والتجارة الأسبق كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به